عايز أخدكم بسرعة للأخبار اللي أنا ابتدتها مع حضراتكم النهاردة وعادي سريعا طبعا موسيماني تكلم في نفس الإطار ده قال إنه الأهلي يعني هو جيل أهلي وهو عارف إنه من أكبر الأندية الأفريقية وفاز معاه بقى النجمة التسعة والنجمة العشر حق اللقب التسعة والعشر في التاريخ وبالتالي تاريخيا وجماهيريا أدرك موسيماني في تصريحه ده إنه لعبة النادي الأهلي والجهاز الفني النادي الأهلي لابد إنه يتعود إنه يعيش تحت ضغط جماهيري كبير جدا عشان يقدر يحقق كل ألقاب مش معنى إنك إنت حققت بطولة كبيرة أو البطولة الأكبر في قارة أفريقيا إنك إنت ممكن تتنازل أو تتساهل في بطولة محلية مع الفرق الكبير جدا من اللقبين وقال إنه طبعا بيشعر بفخر كبير جدا لانتماءه والشغله مع النادي الأهلي والتحقيقه للقبين على مدار موسمين متتاليين وبيسعى طبعا بيبعد جماهي النادي الأهلي إنه بيسعى على حظ كل البطولات اللي هشارك فيها مع النادي الأهلي الموسم ده يمكن كليه تعليق على القرع طبعا هو شارك في صحب القرع مستر المسلميني وقال إنه يعني مجموعة الأهلي مستهلة على إطلاقه وده طبعا تصريح منطقي وطبيعي جدا تقليدي ما هنفيش حد أقولك المجموعة بتاعتي سهلة أبدا يعني ماهما كانت الفرق اللي أنت بتشارك فيها أقل منك في المستوى أو الفوارق فيها واضحة ما حدش أبدا هيقول إحنا وقعنا في مجموعة سهلة لكن تقديري إنه مجموعة الأهلي متوسطة مستوى لا هي سهلة أوي ولا هي صعبة أوي وكلم طبعا على سانداونز يمكن المنافس الرئيسي هكون للأهلي في المجموعات وأضاف كمان أنه فريق الهلال والمريخ يعني بيلعبه خصوصا لما بيلعبه قدام النادي الأهلي بيقده دايما بشكل قوي جدا في بطولة دوري الأبطال صحف جنوب أفريقيا تكلمت كمان وتحديدا كيكوف كلمت على عودة بيتسو مرة أخرى لجنوب أفريقيا وتحديدا طبعا المواجهة المنتظرة التي تجمع بين الأهلي وسانداونز وخصوصا على أصداء وتبعات ما جرى في المواجهة اللي حصلت الموسم اللي فات سانداونز طبعا اللي كان بيقوده ميستر موسماني والأهلي حاليا بيقوده ميستر موسماني ويمكن على خلفية ده كينج فوت كمان اتكلمت على المواجهة المنتظرة واتكلمت على مواجهة الزمالك مع الودات ست ملاعب أنا كنت بقول لحضراتكم القرعة ما انصفتش أو ما اتبعتش تقليد كان المفروض يعني يتاخد في الحزبان أنه ما فيش فرقتين من نفس الدولة يعني يقعوا مع بعض تهالي كان ده متوقع خصوصا أنك عندك فرقتين من مصر فرقتين من المغرب فرقتين من تونس فرقتين من السودان فرقتين من أنجولا يعني خمس دول منهم عشر فرق في دول الستاشر بداية بالنسبة للملاعب في ست ملاعب تم استبعاده الملاعب دي هي ملاعب الهلال وملاعب المريخ في السودان وفاق سطيف وشباب بلوزداد في الجزائر والنجب الساحلي في تونس واسبرانزا أو سجرادة اسبرانزا الأنجولي والفرقة دي الملاعب بتاعتها لم تستوفي المعايير فبالتالي مش هتلعب على ملاعبها في بطولة دولي الأبطال